يعد ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباطاً دائماً وثابتاً تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين ولم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن أبداً وارقة لمساومات إقليمية أو دولية جهود مكثفة ودعم بلا حدود على مدار عقود فمنذ عام 1948 وتحمل مصر على عاتقها القضية الفلسطينية حيث حرصت على التأكيد دوماً على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية والتي ترتكز على عدة محاور منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين وتوالت الجهود وبدعم مصري مسبق أكد مجلس الأمن رؤية الدولتين ودعا للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية وكان لمصر جهوداً في إقرار خطة خريطة الطريق والتي تبنتها اللجنة الرباعية والتي أيدت وثيقة جينيف في تيسمبر 2003 التي تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967 لتواصل مصر بذلك دفاعها المستميتة عن القضية والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2006 عاقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع ومن ثم الإشراف على صفقة جلعات شليط عام 2011 ومع تولي رئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014 ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار واشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017 إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني من الداخل لحل القضية وكان ولا زال لمصر دور رئيسي في الوصول لتهديئة في كافة الحروب السابقة ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021 والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار هذا الجهد متعدد الاتجاهات ظهر بشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزة والمستمر منذ أكتوبر الماضي ونتجت عنه جملة من التداعيات السلبية على المستوى الأمني والإنساني والسياسي شملت قطاعا كبيرا من الشرق الأوسط وهو ما أوجب على مصر من واقع مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري وواجباتها القومية والإنسانية المبادرة بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات لمحاولة حصار هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان في إطار موقفها الثابت والراسخ في قضية العرب ترجمة نانسي قنقر